يا ربي بالأحمال جئت وأنا اخترح لي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعايا إلا كأنت رجائيا فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشاقايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد مشاهدي الأعزاء فنلتقي مجددا ضمن سلسلة الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية وكنا قد تحدثنا في اللقاءات الأخيرة عن أعظم الأدب على الإطلاق وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى واليوم إن شاء الله نلتقي سويا لنتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأدب مع سيد الأتقياء وإمام الأنبياء نتحدث عن الأدب مع صاحب الغرة والتحجيل المشهود له بالنبوة في التوراة والإنجيل نتحدث عن سيد البشر ومن اصطفاه الله على أهل مضر نتحدث عن سيد الأولين والآخرين عن النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فاللهم صل عليه وسلم ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر صلاة وسلاما دائما إنما تملآن ما بين الأرض والسماء وعلى آله الأطهار الأنقياء وأصحابه الأبرار الأتقياء وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم سيعيد الأمور إلى نصابها حتى ننزع تلك الهوة السحيقة والفجوة العميقة التي وضعت بين كثير من المسلمين ونبيهم الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وإننا إذا تحدثنا عن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلن نبدأ إلا بأهم شيء لا بد من التذكير به ألا وهو تعظيمه تفخيم أمره صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه إذا حل في القلب تعظيمه تحركت الجواره باتباعه وطاعته وبإحياء سنته وبالذب عن ملته عليه الصلاة والسلام وإن الله عز وجل ما أمر باتباعه ونصره حتى أمر بتعظيمه فقال فقال عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه عزروه هنا بمعنى عظموه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إذا نلحظ أن الله ما أمرنا باتباعه ونصره حتى أمرنا قبل كل شيء بتعظيمه وإن الأولين الذين خلد التاريخ ذكرهم وسنرى إن شاء الله صورا مشرقة من صور الصحابة والتابعين كيف كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء إذا سمعوا أن هذا الأمر السنة عضوا عليه بالنواجد والعجيب أنهم قديما كانوا يفعلون الشيء السنة لأنه سنة اليوم صرنا نتركه لأنه سنة يعني يحدثك إنسان قالوا سنة سنة فيتركه وقديما كانوا لا إذا سمعوا أنه سنة تشبثوا به وعضوا عليه بالنواجد قلت ثاقنا أولئك بأمرين عظمين الأمر الأول أنهم ما كانوا ينسون قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانوا ينسون قدره وتعظيم أمره كانوا دائما على ارتباط وثيق بالنبي عليه الصلاة والسلام من خلال قراءة سيرته وقراءة سنته صلى الله عليه وسلم لم يغفلوا عن تعظيمه علموا وأيقنوا أن هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أن يتبعوه إذا ظهر في وقتهم من لدى النوح إلى آخر نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام عيسى عليه السلام كلهم كان الله إذا أرسلهم يشهدهم على أنه إذا ظهر فيكم محمد صلى الله عليه وسلم عليكم أن تتبعوه يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين نبي بمثل هذه المنزلة ما ينبغي لنا أن نفرط في اتباعه علموا وأيقنوا وتذكروا أن هذا النبي العظيم هو دعوة إبراهيم عليه السلام الذي كان يدعو ربه قائلا ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم علموا أن هذا الرسول النبي هو بشارة عيسى الذي قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وبعد دعاء الخليل الذي ردده الرهبان وبعد نداء عيسى الذي مشى به الركبان صار الناس يترقبون هذا النبي العظيم الذي يختم به الزمان حتى اليهود الحاقدون كانوا يستفتحون على الذين كفروا معنى يستفتحون أي كانوا يستنصرون على الذين كفروا يقولون لهم إنه قد أظلكم زمان خروج نبي كانوا يظنون أنه سيخرجوا منهم لأن أدركناه لأن نقتلنكم معه قتال عاد وإرم كانوا ينطلون فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وربك يخلق ما يشاء ويختار الله تعالى أنت تختار وهو يختار ولا يكون إلا ما يختار فالله اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام من قلب قريش من بيت بني هاشم واختار أن يكون آخر نبي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان الجميع ينتظره سألت نياق الحي عن أكرم الورى قالت نبي بين البرايا معظم فقلت لها ينوق هل تعريفين محمدا قالت وقد صلى عليه الله وسلم صلى الله عليه وسلم فقلت لها ينوق هنبع الزلال من كفه قالت وقد أروى الجيوش به من الضمى كذلك كانوا يوقنون ويتذكرون ولا يغفلون أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ختمت به الرسالات ومعلوم أن دائما خاتمة الأشياء تكون مسكا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون ويتذكرون ويلقنون أبناءهم أن هذا النبي خص بأن دعوته شامل لجميع العالمين يعني هو أبعث إلى الإنس والجن للعالمين جميعهم ممثل الرسل الأولون كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثامود أخاهم صالح إلى غير ذلك نوح أرسل إلى قومه هذا أرسل إلى قومه عيسى أرسل إلى بني إسرائيل موسى كذلك لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى في حقه وما أرسلناك إلا رحمة لمن للعرب لا للعالمين وقال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا حتى في الحديث في الصحيحين وكان النبي يرسل في قومي خاصة وبعث إلى الناس كافة وهنا نفتح قوسين حتى نوضح شيئا ربما يطرح السؤال عنه كثير من المستمعين وهو إذا كان النبي يرسل في قومه خاصة فهل يعني أن من كان في وقت نبي من الأنبياء مثلا في وقت موسى وهو ليس من قوم موسى ما كان يجب عليه الإيمان بموسى عليه السلام فنقول الأنبياء جميعهم كانوا يدعون إلى شيء واحد وهو التوحيد فالذي لا يؤمن بموسى وهو داعي إلى التوحيد فلا شك أنه قد كفر لكن في الشرائع الأحكام العملية الحلال الحرام فعل هذا كيفية الصلاة هذا لا يتبع فيه موسى عليه السلام ولكن يتبع النبي الذي أرسل إليه في بني قومه هذا معنى الحديث في الشرائع كان النبي يبعث إلى قومه خاصة لكن في الأصول في التوحيد في العقيدة كان يبعث النبي لأن الأصول لا تختلف التوحيد لا يختلف حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عظيم إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أبونا واحد وأبوهم واحد وأمهاتهم شتى كنا عن التوحيد أبوهم واحد يعني التوحيد واحد الإسلام وأمهاتهم شتى أي شرائع كانت هذه تنسخ وهذه يزاد فيها وهذه ينقص منها فهذه تنسخ ها وش معناها قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى لماذا قال لعلات لأن العرب طبعا هذا تشبيه العرب كي تشرب نحن عندنا شرب نوع واحد لا نفرق أما العرب لا ندقق الشربة الأولى يسمونها النهل إذا شارب الشربة الأولى ووضع هذا النهل إذا يقول كي ينهل من الماء أما إذا شارب الشربة الثانية فهذا يسموها العلل العلل فهنا يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام أمهاتهم شتى الذي يتزوج بالمرأة الأولى فهذا قد نهل يعني شارب الشربة الأولى فإذا تزوج مرأة ثانية يكون قد علل العلل فنحن إخوة لعلات أمهاتهم شتى ها وش معناها الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث أو بعث للعالمين جميعهم أولئكم الكرام أدركوا وأيقانوا وما غفلوا أبدا عن مقام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه بأنه خلدت شريعته خلدت شريعته لخلود معجزته فقد جاء في الصيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر يعني كانت معجزته موافقة لزمانه وقومه إلا النبي عليه الصلاة والسلام فقال وكان الذي أوتيته وحيا يوحى إلي القرآن فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة نشوف خلدت شريعته لكماله عليه الصلاة والسلام ولعظم معجزته عليه الصلاة والسلام كانوا يوقنون ويستيقنون ويذكرون أنفسهم وأبناءهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي أقسم الله تعالى بحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهم تصور أرض سبحانه وتعالى يقسم بحياة من؟ بحياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يدركون ولا يغفلون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ناداه الله بلقب النبوة والرسالة بخلاف غيره من الأنبياء كان الله تعالى لا يناديهم بأسمائهم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا وبركات ممن معك وبركات عليك وبركات ممن معك يا إبراهيم أعرض عن هذا يا موسى إن اصطفيتك على الناس يا عيسى أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين إلى غيرها من الآيات إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي لما تحرم ما أحضى الله لك وغيرها من الآيات فهنا تذكروا كل هذا المقام فعالموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بحق يجب اتباعه في كل شيء حذو القدة بالقدة ونكمل إن شاء الله هذا الأدب بعد قليل فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما شرعنا في ذكره في الحديث عن الأدب مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قلت قبل قليل إن الأولين ما فاقونا في اتباع النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم إلا لسببين اثنين السبب الأول أنهم عالموا قدره وذكرنا أوجها كثيرة تدل على منزلته وعلو مرتبته وما تركناه وضربنا عن ذكره صفحة أكثر بكثير الأمر الثاني الذي فاقنا به أولئك لماذا كانوا حارصين كل حرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء كان لديهم علو همه إرادة قوية عظيمة عظيمة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموافق لأوامر الله سبحانه الله سبحانه وتعالى يريد مننا الهمة علوها وإرادة قوية لا يريد مننا سبحانه وتعالى أن نكتفي بالقليل انظروا مثلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت همته عالية فيقول وددت لو أني قتلت في سبيل الله ثم أبعت ثم أقتل ثم أبعت ثم أقتل لم تكفي هذا الحياة كي يبذله هو الذي بذل كل ما لديه لإعلاء كلمة رب العالمين هذا علو الهمة انظروا إلى كلام الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك والسنة وحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وقال عز وجل لموسى بعد أن آتاه التوراة فيها موعظة وذكرة ماذا قال له خذها لا فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وقال عز وجل لبني إسرائيل خذوا ما آتينكم بقوة وقال ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة علوهما ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فور بعثته يا أيها المدثر قم فأنذر كلمات رائعة رهيبة مثيرة أيقظته من فراشه فخرج يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى ظل على ذلكم الحال ثلاثا وعشرين سنة ما فتر حتى مرة بدأت أعد يعني هذا بحث خاص قمت به بدأت أعد وكنت أكتب غزواته عليه الصلاة والسلام كان بقي خارج المدينة فرأيت أنه لما كان يخرج يغزو خارج المدينة بقي في خلال تلك المدة التي قضاها في المدينة عشر سنوات أكثر من سنتين ونصف أكثر من سنتين ونصف خارج المدينة هذه فقط من أجل الغزو يعني يخرج المعركة يبقى 15 يوم أحيانا يبقى شهرين أحيانا يبقى شهرا جماعة كل هذه الأيام التي كان يبقى فيها خارج المدينة بلغت سنتين ونصف دعك من أوقاته التي صرفها عندما ترى تعليمه وتأديبه وقضاءه بين الصحابة كم كان يبقى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته علوهما فالرسول صلى الله عليه وسلم تربى على يديه قوم رأوه عالي الهمة فهموا تلك الآيات التي صرتها الآن وهي تأمر بعلو الهمة فلذلك كانوا حريصين كل الحرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام مرة أحد التابعين كان يقوم شيئا من الليل فتعب فقال أجلس ومن السنة لإنسان إذا تعب حال القيام أن يجلس يقرأ القرآن وهو جالس حتى إذا قارب الركوع يقوم ويركع لكن هذا جلس سرعان ما تذكر ماذا قال يخاطب من بل ما الذي يخاطبه ما كان يخاطب شخصا كان يخاطب رجليه قال هل سيستأثر الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم دوننا يعني هو واش رح أن يده غيرهما فضرب فخذيه وقال والله لأزاحمن بكما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شو ذلك علو الهمة اتباع واقتداء وطاع واعتساء ذلك لعلو همتهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم جميعا هذا الأدب أول شيء نضع أيدينا عليه هو تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان الصحابة يعظمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ندعو أحد الشهود شاهد عيان وهو كان لا يزال مشركا والحق ما شهدت به الأعداء وشهد شاهد من أهلها الحديث في البخاري عن المسوار بن مخرمة في قصة صلح الحديبية جاء عروة بن مسعود الثقافي أرسلوه سفيرا لي يناقش النبي عليه الصلاة والسلام في أمور قال فدخل وصار يرمق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام شوف الناس يرمقهم يلحظهم ثم رجع إلى قومه فقال يا قوم إني دخلت على ملوك الأرض جميعا دخلت على هرقل عظيم الروم دخلت على كسر عظيم الفرش دخلت على النجاشي عظيم الحبشة والله ما رأيت أحدا من هؤلاء الملوك يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم يعني قال ولا مرة شفت ناسي عظمه أعطينا مظاهر فقال إن كان لا يتنخم يعني يتنخم فلا تقعوا إلا في كف أحدهم يعني يتسابقون فتقعوا في كف أحدهم فيدلوكوا بها جلده ووجهه وإن كان لا يتوضع فيقتتلون على وضوئه المنتعو يتضربوا عليه عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يتحدث فيطرقون وما يحد أحدهم النظر إليه ولا مرة تشوف صحابي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه حتى لي درس مني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى ظاهرة عجيبة وهي أن الصحابة الذين وصفوا لنا الشمائل الشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام الخلقية وجهه عينا كم شعر لدي من هم صغار الصحابة أنس بن مالك زيد بن أرقم عبد الله بن عمر العاص عبد الله بن عمر هدو الصغار لماذا؟ لأن الصغير له جرأة يقدر يشوف الكبير أما الكبير العاقل فكانوا يهابونه ولا يستطيعون أن يحدوا النظر إليه هيبة له صلى الله عليه وسلم وَإِذَا تَكَلَّمَ سَكَتُهُ قال لك عمري ما شفت واحد يعظم قومه وأصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم مر يوم الهجرة لمدخل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوبة الأنصاري رضي الله تعالى عنه فكان له طابقان له سدة فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أتختار السفل أو المكان الأعلى فقال السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي صح يعني عقلا منطقيا صحيح وش قال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل عليه الصحابة لو يصعد الفوق يصير إزعاج لأبي أيوبة ومرأته وأهله قال السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي فبات أبو أيوب ومرأته في السدة فوق رسول الله عليه الصلاة والسلام فما استطاع أحد منهما أن ينام قال أبو أيوب لمرأته نبيت على سقف تحته رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن نرى فوق هذا الجسد الأعظم جسد عرفته البشر نحن فوقه قال كما انكسر مثل الجر لنا فخفت أن يقتر على النبي عليه الصلاة والسلام فوضعت ثوبي كله حتى أسد تلك ذلك الثقب الذي كان في السقف هذا تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام نعم إنهم عاشوا معه إنهم عاشوا معه ولكن المسلم مخاطب بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بأن يعيش معه في سيرته الإنسان إذا قرأ عن شخص أحبه إذا عرف الشخص اقترب منه وأحبه وما لك عليه سويداء قلبه كما نرى بعض التافهين الذين يعظمون الممثلين واللاعبين عجيب يعني لو سألته تقولوا ما هي مهنتك أقول لك لاعب هذا الشيء الذي نجده في أنفسنا يعني هو مهنته لاعب لاعب إحنا بكرة لاعب يعني ذم صيفة الذم قلوا راح تلعب يا الله راح تلعب فصيفة الذم صارت مهنة وصار يأخذ عليها أجر بعض الناس صاروا يعظمون هؤلاء لماذا لا يزال تعظيمهم لهم لماذا؟ لأنهم يعرفون عنهم أشياء يبحثون عن كيفية حياتهم ما الذي يلبسونه ما الذي يقولونه كيف يضحكون ما الذي يخالطونه فبمعرفتهم لهم ازداد حبهم وتعظيمهم لهم بدلا من أن تتوجه أن تكون قبلتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فيعرف عنه صفاته وأخلاقه شمائله فعندئذ يزدادون حبا فيشعرون فعلا بأنهم يعيشون معه صلى الله عليه وسلم اقرأ عنه تقترب منه تحبه هكذا صلى الله عليه وسلم والعجيب كما قال أحد مشايخي نبي الشام قال لك إذا اقتربت من شخص زالت هيبته منك إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام بقدر ما تقرأ عنه بقدر ما تبقى تعظمه تزداد له تعظيمة ولأمره في تفخيمة هذا هو السر الذي كان تحصل عليه هؤلاء تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام وعلو همه وإليكم البشرى الرسول عليه الصلاة والسلام يحسن بكم الظن معاشر المؤمنين مرة كان في جنازة فشهد دفن شخص من أشخاص في المقبرة قال أبو وريرا كنا في المقبرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون طبعا قال إن شاء الله تأدبا مع الله ونحن مجيش يقول كيف نحن ميتين ميتين علش قال إن شاء الله لا هو يعلمنا نحن ماذا نقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون لأنا لا ندري بما سيختم لنا أعلى الإسلام فندفن معهم ونلحق بهم أم على غير ذلك ولا يذب الله فهذا أذب وإن إن شاء الله بكم لاحقون فقال وددت لو رأيت إخواني فتعجب الصحاب أولسنا إخوانك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بل أنتم أصحابي وإن إخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني للرجل الواحد منهم أجر أجر خمسين رجلا منكم يعني الإنسان كي يعمل صالحا يضرب في خمسين من أعمال الصحابة رضي الله تعالى عنهم طبعا أجر الصحبة لا يدانيه أجر هم فاقون بأجر الصحبة شيء عظيم جدا أثقل شيء لكن في الأعمال الجزئيات يضرب عملك أيها المسلم في خمسين صحابيا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على سراط المستقيم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تعظيم النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام إنه سميع قريب مجيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله يا ربي بالأحمال جئت وأنا اخترح لي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعايا